عزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في خدمة دروس ومع درس جديد للصف الخامس الابتدائي بعنوان التكيف والبقاء ما بعض تكيفات الحيوانات ما المحاكاة عزائي الطلاب والطالبات سنتعلم في درسنا اليوم بعض تكيفات الحيوانات بالإضافة إلى مفهوم التمويه وأنواعه بالإضافة إلى معنى المحاكاة آملين لكم تحقيق الفائدة المرجوة وقضاء وقت ممتع والتفاعل معنا لفهم الدرس والإجابة على الأسئلة تأملوا معي عزائي الطلبة إلى هذه الصور الثلاث ولنسألكم سؤالا فكروا بإجابته ما الذي يساعد الجمل على العيش في بيئة جافة حارة؟ وما الذي يساعد الدب القطبي العيش في بيئة باردة جدا؟ وما الذي يساعد سمك القرش العيش في بيئة مائية؟ إذن شاهدوا هذا الفيديو لكي تجيبوا على السؤال السابق يمتلك الجمل عدة مزايا في تركيبه البيولوجي تمكنه من الحفاظ على الماء وتقنين استهلاكه بدرجة كبيرة أحدها هي مقدرته الفريدة على تخزين الماء في بيطانة المعدة وتخزين الدهون في السنم ما يمكنه من استخدام هذه المخازنة من الماء والطاقة في أوقات الحاجة كما يتميز الجمل أنه لا يعرق بسهولة فجسمه لا يبدأ بالتعرق وفقدان الماء إلا إذا ارتفعت درجة حرارة الجو عن 42 درجة مئوية وطريقه إلى ذلك هي قدرته الفريدة على رفع درجة حرارة جسمه نهارا إلى درجة تقترب من 42 درجة مئوية مما يتماشى مع حرارة الجو المحيط وفقط في حالة تعدي درجة الحرارة ذلك يبدأ حينها بإفراز العرق ليلطف درجة حرارة جسمه ولكن حتى حين يبدأ بإفراز العرق وخسارة الماء فإن لديه ميكانيكية فريدة لتقنين من تلك الخسارة فعند إفرازه للعرق يقوم شعره بالانتصاب ما يسمح بتبخر العرق من الجلد إلى الجو مباشرة دون حدوث بلل للشعر وهو بذلك يوفر على نفسه الكثير من الماء اللازم لبلل الشعر كما يمتلك هذا الحيوان الفريد القدرة على شرب الماء المالح حيث أن الكل لديه قادرة على تخليصه من تلك الأملاح الموجودة فيها وتحويلها لماء صاف صالح للاستهلاك وحين يقع الجمل على الماء فإن بمقدرته الشرب بغزارة لكميات تصل إلى حوالي 18 لترا في حالة عطشه دون أن يتأثر نظامه البيولوجي الداخلي فاكرات الدم لدى الجمل بيضاوية وليست كروية مثل باقي الحيوانات وحين تمتلئ بالماء تنتفخ وتصبح كروية بدون أن تتضرر أو يتعطل عملها طريقة أخرى يستطيع فيها الجمل توفير الماء في حالة نقصانه هي احتفاظه بالبول في المثانة طالما أنه بحاجة إلى الماء حيث يقوم الدم بامتصاص البول مرة أخرى ودفعه إلى المعدة لتقوم البكتيريا الموجودة فيها بتحويله إلى بروتين وماء ولأن في الجمل تركيب خاص فهو مجعد وكبير من الداخل فيعمل عمل مكثفات التكييف حيث يكثف بخار الماء الخارج مع هواء الزفير فيتخلص من ثاني أكسيد الكربون ويحتفظ ببخار الماء المكثف بداخل تجويف الأنف وبذلك يكون هو الحيوان الوحيد القادر على استعادة الماء الموجود في أنفاسه وما يساعد الجمل أيضا على تحمل البيئة الصحراوية الصعبة أقدامه العريضة والمبطنة فهي مهيئة للمشي بثبات على التربة الرملية غير صلبة والحيلولة دون غوصه في الرمال ما يقلل من عملية المقاومة أثناء المشي وفوق كل ذلك فإن الجمال تتميز بالبساطة الشديدة في طعامها حيث تستهلك أي شيء بداية من الأعشاب الخضراء وصولا إلى الأشواك الصحراوية ما ينوع من مصادرها الغذائية ويسهل عليها عملية الوصول إليه إذن عزاء الطلاب والطالبات لقد وهب الله سبحانه وتعالى للحيوانات تكيفات تساعدها على العيش في بيئتها فمثلا حيوان الجمل أرجله مسطحة تساعدها على عدم الغوص في الرمال الصحراء كذلك هذا الدب القطبي يمتاز بفراء سميك وكمية كبيرة من الدهون تحت هذا الفراء والسبب أنه ماذا حتى يبقى دافئا كذلك أسماك القرش تمتاز ماذا عزاء الطلبة انظر إلى مقدمة وجهه ماذا يمتاز؟ يمتاز مقدمة وجهه أنه انسيابي الشكل مما يساعده على السباحة بسرعة أكبر أيضا يمتاز بأنه يتنفس داخل الماء إذن تلك التكيفات وضعها الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات الحية لكي تعيش في البيئة التي وهبها الله له جميل انظروا عزائي الطلبة إلى هذه الصورة وتأملوا معي إنها بيئة صحراوية تمتاز البيئة الصحراوية بأنها شديدة الحرارة نهارا ولكن لماذا هذه الكائنات في الليل تتحرك؟ إذن لماذا تنشط هذه الكائنات ليلا؟ لكي تتفادى درجات الحرارة العالية التي يفغون في النهار هذه إحدى التكيفات التي وضعت أو وضعها الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات لكي تتفادى من درجات الحرارة العالية حتى لا تفقد كمية كبيرة من أجسامها كذلك من إحدى التكيفات وعندنا هنا طائر البوم أو طائر البومة انظروا عزائي الطلبة والطالبات إلى شكله أولا نبدأ برأس يمتاز طائر البوم أو البومة بأنه يحتوي أو يمتاز بأنه يمتلك جهاز سمعي قوي جدا والسبب لكي يسمع ذبذبات فريسته ويمتاز أيضا بأن إحدى أذنيه أعلى من الأخرى مما يزيد من قدرته على تمييز الجهة التي جاء منها الصوت والمسافة التي تفصله عن مقدار مصدر صوت الفريسة طيب انظروا إلى عيناه عيناه كبيرتان تساعدانه على رؤية الفريسة في الظلام وتقع عيناه في مقدمة رأسه مما يمنحانه على تركيز عالي على رؤية الفريسة أيضا ننظر إلى أجنحته أنه يمتاز بأعضلات قوية تساعده على الصيد كما تكتم صوت حركته في الهواء إذن سؤالي لماذا أجنحة البومة تمتاز أنها تكتم صوت الهواء أثناء الطيران الإجابة أنه يساعده على الطيران في هدوء ومضاغة العدو جميل انظر إلى قدماه أيضا يحتوي على ماذا انظروا إلى مخالب ما فائدة تلك المخالب الإمساك بالفريسة وهذا إحدى التكيفات أيضا يساعده على الإمساك بالحيوانات أيضا الكبيرة جميل وصلنا إلى تقويم مرحلي لما سبق الفرو السميك وتخزين الدهون في الجسم يعد تكيف للصحراء صح أم خطأ الفرو السميك وتخزين الدهون في الجسم يعد من تكيف أو يعد تكيف للصحراء الإجابة صحيحة أم خاطئة الإجابة خاطئة إذن يعد تكيف لماذا للبيئة الباردة وهي القطب الشمالي التي تحتوي على حيوانات الدببة جميل الشكل المقابل من بعض تكيفاته مع بيئتها أولا الشكل الإنسيابي الفرو السميك الرئات ماذا تمتاز ذكرناها في سمك القرش في مقدمته ماذا يمتاز يمتاز بأن مقدمتها برافو مقدمتها إنسيابية أي شكلها الإنسيابي يساعد على ماذا شكل إنسيابي يساعدها على الحركة أكثر وأكثر تأملوا معي أعزاء الطلبة في هذه الصورة هل يوجد حيوان في هذه الصورة الإجابة يوجد حيوان يشبه هذا الحيوان الورقة المقابلة طيب لماذا اتخذ هذا الحيوان شكله ولونه مثل الورقة التي أمامه كي السبب ماذا عزاء الطلبة خوفا من أعدائه لحمايته من أعدائه جميل إذن هذا الحيوان يحمي نفسه من التكيف يحمي نفسه بتكيف هذا التكيف يجعله أنه يأخذ لون ماذا الورقة المقابلة له لذلك تدافع بعض الحيوانات عن نفسها عن طريق محاكاتها لأشكالها وألوانها الطبيعية في بيئتها بحيث يصعب تمييزها أو تمييزها من محيطها وتسمى هذه العملية بالتمويه أيضا أيضا كما يمكن للفرائس من الاختباء عن عيون أعدائها لذلك التمويه ينقسم نوعان تمويه باللون ثم تمويه بالتشابه لذلك نشاهد أو شاهد هذا الفيديو لكي تتعرف على التمويه باللون بالتلون أو بالتشابه تخفي بعض الحيوانات نفسها من أجل الحياة أو من أجل الضفر بغذاء في بيئة تكون فيها للأقوى لذلك تعبر التخفي ظاهرة لذلك يعتبر التخفي ظاهرة منتشرة في عالم الحيوان بمختلف أصنافه من الطيور والحشرات والأسماك وهي واحد وهي واحدة من الوسائل الدفاعية من أجل الاستمرار في بيئة لا مكان للضعيف فيها فالطبيعة تخفي الكثير من هذه المخلوقات العجيبة والرائعة أترككم مع هذه الصور للتخفي والتمويه والخداء والمخلوقات والمخلوقات اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة 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 مع بيئته شكرا للمشاهدة والهدف نظروا خلالت للمشاهدة للمشاهدة شكرا للمشاهدة المشاهدة للمشاهدة 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 نفسه 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 شكرا للمشاهدة